النهاردة في مباريات في مختلف البطولات بالتحديد نبتدي بكاس مصر بطولة مهمة والأهلي هو حامل لقب هذه البطولة النهاردة في ثلاث مباريات يتلعبوا في البطولة دي كانوا الساعة 2.30 كلهم انتهوا بنتائج التالية التحاد سكندري كسب النجوم 2-1 الانتاج الحربي خسر في مفاجأة كبيرة جدا من كوكاكولا 1-0 والإسماعيلي فاز على لفيينة أفسي 2-1 بنبرك لهم الفائزين وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق الدور الإنجليزي في عدد من المباريات منها اللي تلعب ومنها اللي بتلعب ومنها كمان اللي حيتلعب نبتدي بساوس هامتون مع ويلفر هامتون ويلفر هامتون كسبو 2-1 ويست بروميش ألبيوم مع منشستر نايتود والحد دلوقتي مفاجأة كبيرة جدا تعدوا الإجابة 1-1 بما أن ويست بروميش يعني في قاع الجدول أما الساعة 6 ونصف في مباراة أرسنل مع ليد يونيتود ويلفرتون مع فولم دي ساعة هتكون ساعة 9 بالليل الدور الأسباني ختافي مع ريال سوسيداد مباراة متهدد فوز ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 وماتشكن ساعة 3 ريال مادريدي النهاردة مع فالينسيا ساعة 5 وربع ريفانتي مع أساسونة ساعة 7 ونص في ريال مع ريال بتيس ساعة 10 بالليل الدور الإيطالي روما كسب أودونيزي في مباراة بتاديت ساعة 1 ونص بنتيجة 3-0 نتيجة كبيرة لرومة كالياري متعادل حتى الآن سلبيا مع تلانتا مباراة تاديت ساعة 4 في نفس التوقيت تاديت مباراة سامب دوريا مع فورينتينا بتعادل الإيجابي لغاية دلوقتي 1-1 كروتوني مع ساسولو الساعة 7 وإنتر ميلان مع لاتسيو الساعة 10 إلا ربع دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات والبطولات حول العالم